اشتركوا في القناة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم بعض الناس سألني هل تعتبر أن الشبهات والافتراءات التي تثار حول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من الشبهات المثارة حول الإسلام العظيم أقول له نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين والطعن فيهم طعن فيما نقلوه من الدين ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان من كتاب الوحي كان من الذين إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن الكريم أرسل إلى معاوية فكتب له ما نزل عليه النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنوضح لكم في هذه الحلقة واحدا من تناقضات عدنان إبراهيم في منهجه حول الأخذ والرد تعالوا أولا نسمع المقطع الذي فيه الشبهة ثم نرد عليه ونبين كما قلنا من هجه من خلال هذا المقطع أما بالنسبة لفضله فجاء عبد الله بن عباس لما قالوا له انظر إن أمير الموين المعاوية قد أوتر بركعة قال إنه فقيه يقول عبد الله بن عباس وهذا في البخاري الله العظيم يا أخي شيء مش معقول ابن عباس يقول هذا ابن عباس يقول هذا وبقولوش إلا إيش ابن عباس قال في يزيد وفي أبو يزيد أخبار أخرى وأصح وأقوى بسكتوا عنها قال لك البخاري قال يا أخي ما قال عن المعاوية قال لا قال إنه فقيه صاحب رسول الله حجون بها ذا النوع لأنه يعني إيش هدله أنه صاحب رسول الله صلى ليوت الركعة واحدة في عنا إسناد ثاني وقوي جدا بفضل الله أبو جعفر الطحاوي قال لا أدري من أين أخذها الحمار عن معاوية هذا دستو ما قالش ابن عباس إنه فقيه صاحب النبي قال لا أدري من أين أتى بها الحمار عن معاوية هنجيبه هذا لما نجيب نجيب عن الشبهات هتشوفه كل شيء له جواب إيه بعطوكوا شيء وبسدوا إيه أشياء لا يجب أن تعرف كل شيء يجب أن تعرف كل شيء سنعرض الآن للسادة المشاهدين كل شيء بخصوص هذا الموضوع طبعا في هذا المقطع كان عدنان إبراهيم يرد على فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس حفظه الله الشيخ عثمان قال أن في البخاري رواية تقول أن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن معاوية إنه فقيه عدنان إبراهيم قال أخبار أخرى وأصح وأقوى بسكتوا عنها إذن المفترض أن الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي تكون أصح وأقوى من رواية البخاري فهل رواية أبي جعفر الطحاوي أصح وأقوى من رواية البخاري سنعرض كل شيء بالدليل أمام السادة المشاهدين أمام حضراتكم على الشاشة كتاب شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله مولود سنة 229 ومتوفى سنة 321 من الهجرة طبعة عالم الكتب الجزء الأول صفحة رقم 289 قال الطحاوي وذلك أن أبا غسان مالك بن يحيى الهمداني حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل فقام معاويته فركع ركعة واحدة فقال ابن عباس من أين ترى أخذها الحمار مفترض الآن أن يكون هذا السند الذي أمامنا أصح هو أقوى من سند صيح البخاري أول راوي في هذه الرواية هو مالك بن يحيى الهمداني هذا الرجل بعد بحث طويل لم أجد أحدا وثقه إلا ابن حبان أمام حضرتكم كتاب الثقات الجزء السابع صفحة رقم 166 مالك بن يحيى السوسي أبو غسان وهو الذي يحدث عن عبد الوهاب بن عطاء قال ابن حبان مستقيم الحديث وهذا الرجل ذكره بدر الدين العيني في مغاني الأخيار كما ذكره الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وذكره الإمام ابن ماكولة في الإكمال ولم يوثقه واحد من هؤلاء الثلاثة كما قلت لم أجد أحدا وثقه إلا ابن حبان فقط مع ما عرف من ابن حبان من تساهله في التوثيق ولكن لم نتنخش في هذا الراوي أبو غسان مالك بن يحيى يروي هذه الرواية عن عبد الوهاب بن عطاء فمن هو عبد الوهاب بن عطاء ده أمام حضرتكم كتاب الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي عليه رحمة الله طبع الدار المعرفة صفحة رقم 80 قال البخاري عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ليس بالقوي عندهم عبد الوهاب بن عطاء ليس بالقوي تعالوا على صفحة رقم 208 قال الإمام النسائي عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر ليس بالقوي إذن في هذا السند الذي قال عنه عدنان إبراهيم أنه سند قوي جدا في عين أسناد ثاني وقوي جدا بفضل الله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال عنه البخاري والنسائي ليس بالقوي لكن من باب الأمان العلمية هناك من وثقه ولذلك أعدل الأقوال فيه ربما يكون قول الإمام بن حجر العسقلاني حينما قال عنه في تقريب التهذيب أنه صدوق ربما أخطأ لكن الرجل تكلم فيه طبعا عبد الوهاب يرويها عن عمران بن حدير عن عكريمة فما هو رأي عدنان إبراهيم في عكريمة عكريمة بعد عنه ابعد عن عكريمة أيها الأخوة هكذا إذن عدنان إبراهيم لا يقبل حديث عكريمة مع أن كل ما سرده عدنان إبراهيم عن عكريمة رحمه الله كله لا يصح عن عكريمة فلم يكن من الخوارج ولم يكن يكذب على ابن عباس وإنما كل هذه رؤية ضعيفة لا تصح أصلا عن عكريمة لكن الشاهد أن عدنان إبراهيم لا يقبل حديث عكريمة ويعتبر أنه من الخوارج ومن الكذبين فلماذا يقبل عدنان إبراهيم حديث عكريمة حينما وجد رواية تقدح في معاوية في عنا إسناد ثاني وقوي جدا بفضل الله عكريمة بعد عنه ابعد عن عكريمة أيها الأخوة هل هذا من الأمانة العلمية يحتج بعكريمة وهو يعتبره من الكذبين إذن علة هذه الرواية هو عبد الوهاب ابن عطاء طيب سند البخاري الذي أنكره عدنان إبراهيم ماذا يقول أمام حضراتكم صحيح الإمام البخاري طبع الدار بن كثير صفحة رقم 924 حديث رقم 3765 قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه البخاري يروي هذه الرواية عن ابن أبي مريم فمن هو ابن أبي مريم؟ تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب أيضا لابن حجر العسقلاني صفحة رقم 174 سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجمحي قال ابن حجر العسقلاني ثقة ثبت فقيه هذه من أعلى درجات التوثيق ثقة ثبت فقيه ابن أبي مريم عمن يروي هذه الرواية يرويها عن نافع بن عمر من هو نافع بن عمر؟ أيضا من تقريب التهذيب صفحة رقم 490 قال الإمام ابن حجر العسقلاني نافع بن عمر ابن عبد الله بن جميل الجمحي ثقة ثبت من أقوى ألفاظ التوثيق نافع بن عمر ثقة ثبت نافع بن عمر عمن يروي هذه الرواية يرويها عن ابن أبي مليكة من هو ابن أبي مليكة؟ تعالوا على صفحة رقم 254 من تقريب التهذيب قال الإمام ابن حجر العسقلاني عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة قال الإمام ابن حجر العسقلاني ثقة ثقيه يبقى سند البخاري لا غبار عليه حدش يتكلم عنه ولا كلمة سند في أعلى درجات الصحة ثقة ثبت فقيه عن ثقة ثبت عن ثقة فقيه بالله عليكم أيها السادة المشاهدون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التجرد وإخلاص النية هل سند أبي جعفر الطحاوي أقوى من سند الإمام البخاري؟ أتمنى من كل أدباع ومحبي عبد الله بن إبراهيم أن يفكروا بعقولهم وليس بعواطفهم وقلوبهم حكموا عقولكم أي السندين أقوى؟ سند البخاري أم سند أبي جعفر الطحاوي؟ وسترون بعد قليل أن عدنان إبراهيم وضع نفسه في مشكلة بل هي مصيبة المصائب لكن دعونا نكمل أولا في نفس السياق الذي نتحدث فيه تعالوا نرجع صفحة في صحيح البخاري باب ذكر معاوية رضي الله عنه رواية رقم 3764 قال البخاري حدثنا الحسن بن بش حدثنا المعافى بن عمران عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أو تر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولا لابن عباس هذا المولى ذهب لابن عباس وحكى له ما حدث فقال له ابن عباس دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أتى بها معاوية بن أبي سفيان هل اخترعها من رأسه تعالوا نفتح مع حضرتكم صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 340 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل الوتر ركعة من آخر الليل من أين أتى بها معاوية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وهي يقول لك لعل ابن عمر يعلم ذلك لكن ما الذي يدل على أن ابن عباس كان يعلم ذلك انزل على الرواية التي تحتيها أيضا عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل ابن عباس لما يسأل عن معاوية ابن أبي سفيان أنه أوتر بركعة يقول لا أدري من أين أخذها الحمار أم سيقول إنه فقيه إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام هل ما يفعله عدنان إبراهيم من الدين يترك الروايات الصحيح المتواترة في هذا المعنى ويأخذ برواية ضعيفة ليطعن بها في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما تعرفت عن حضراتكم كتاب الإحسان في تقريب صحيح بن حبان لعلاء الدين بن بلبان الفارسي رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة الجزء السادس صفحة رقم مية سبعة وستين باب الوتر روى بسنده عن أبي أيوب بن الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال الوتر حق فمن أحب أن يؤتر بخمس فليؤتر ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليؤتر ومن أحب أن يؤتر بواحدة فليؤتر ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي ينكره عدنان على معاوية النبي سفيان في هذه المسألة أضف إلى ذلك أنه خدع مشاهديه ومحبيه وادعى أن سند أبي جعفر الطحاوي أقوى من سند البخاري روية البخاري أصلا لها متابعات أخرى عند أبي جعفر الطحاوي نفسه والكتاب أمام حضرتكم على الشاشة عن عطاء قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما هل لك في معاوية أو تر بواحدة وهو يريد أن يعيب معاوية الرجل اللي بيسأل عبد الله بن عباس يريد أن يعيب معاوية ويقول لعبد الله بن عباس هل لك في معاوية أو تر بواحدة فقال ابن عباس أصاب معاوية دي خبها عدنان إبراهيم كما ادعى هو على الشيخ عثمان الخميس إيه بعتكوا شيء وبسدوا إيه أشياء لا يجب أن تعرف كل شيء عدنان إبراهيم دائما ما يقول أن مذهبه الفقهي هو مذهب الإمام الشافعي لأنني شافعي أنا شافعي في الفرور وأشعري في الأصول كان الإمام الشافعي رضي الله عليه وهو إمامي أنا شافعي المذهب فما هو مذهب الإمام الشافعي في مسألة الوتر تعالوا نفتح كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه تصنيف الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيبي المواردي البصري طبع الدار الكتب العلمية الجزء الثاني صفحة رقم 295 خلاصة ما قاله الإمام المواردي عن مسألة الوتر قال لا يختلف مذهب الشافعي أن الوتر واحدة إذن حينما نصحح رويت بن عباس أنه وصف معاوية بالحمار لأنه صلى الوتر ركعة واحدة يستلزم من كلام عدنان إبراهيم أن هذا الوصف ينطبق على كل من قال بهذا القول بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وتلاميذهم وأصحابهم إلى كل من يقول بهذا القول في زماننا قال عدنان إبراهيم فكر فيما يقول قبل أن يتفوه به هل رأيتم خطورة التعصب دون بحث أو دراسة أو تحقيق هذا ما فعله عدنان إبراهيم بنفسه نتمنى من أدباء عدنان إبراهيم أن يحكموا عقولهم قبل قلوبهم أرجو من كل من شاهد هذه الحلقة أن ينشرها في كل مكان تستطيع عمل قائمة في قناتك في المفضلة وتضيف إليها كل هذه الحلقات التي شاهدتها على قناة مكافح الشبهات كما تستطيع عمل شير مشاركة لهذه الحلقات على الفيسبوك وتويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي وبشركم إخواني المشاهدين أن قناة مكافح الشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوزت أكثر من 20 مليون مشاهدة كما تجاوزت أكثر من 62 ألف مشترك أرسلنا رسالة لموقع اليوتيوب ليتم توثيق القناة حتى لا يستطيع أحد إغلاقها بالبلاغات ولن يتم توثيق القناة حتى تتجاوز 100 ألف مشترك فساعدونا بالاشتراك في هذه القناة وتعريف أصحابكم وزملائكم وأقاربكم بالقناة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته